اصابة ثمانية مدنيين بقصف حوثي بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في عزلة المجاعشة بمدرية مقبنة غرب تعز قتلى وجرح حوثيون في هجمات فاشلة للميليشيا في عدة محافظات وقائد عسكري يدعو الى اطلاق عملية عسكرية في صعدة مقتل طفل برصاص الراجعين اثناء احتفال حوثة ايران بالمولد في ابو وزير الوقاف يقول ان المولد لدى الحوثي يوم سلالي بامتياز نشرة الاخبار من قناة يمن شباب يقدمها لكم عمار الروحاني واماني علوان اذا البداية من عزلة المجاعشة في مدرية مقبنة غرب تعز حيث اصيب ثمانية مدنيين اليوم في قصف حوثي بطيران مسير استدفى المواطنين وقالت مصادر محلية ان ميليشيا الحوثي استهدفت عبر طائرة مسيرة سيارة كانت تقل مواطنين في وادي حمر عزلة المجاعشة بمدرية مقبنة غرب المحافظة واسفر القصف الحوثي عن اصابة ثمانية اشخاص حالة بعضهم خطيرة تم اسعافهم الى مستشفيات حيث التابعة لمحافظة الحديدة ويعد استهداف المدنيين بطائرة مسيرة حوثية تطورا خطيرا في الانتهاكات الحوثية يرقى الى جريمة حرب بحسب مصادر حقوقية الى ذلك اكدت مصادر حقوقية خطورة الاستهدافات الحوثية للمدنيين باستخدام سلاح الطائرات المسيرة واكدت المصادر ان القصف الحوثي الذي استهدف مواطنين في احدى قرى مقبنة غرب تعز اثناء انتقالهم على متن سيارة مدنية يعد تطورا خطيرا في جرائم الميليشيا الحوثية خاصة وانه تم باستخدام طائرة مسيرة واكدت المصادر ان استهداف المدنيين بطائرات مسيرة حوثية هو تصعيد خطير الانتهاكات الحوثية يرقى الى جريمة حرب وفقا للقوانين الدولية ولا يجب تساهل بمثل هذه الفضائع ودعى حقوقيون قيادة الشرعية ممثلة بالمجلس الرئاسي الى تفعيل العمل العسكري ردا على جرائم الحرب الحوثية المتصاعدة ضد المدنيين هذا واستنكر اهالي قرية حمر غرب تعز استداف قريتهم بطيران حوثية مسير في انتهاك يرقى الى جريمة حرب واكد عدد من الاهالي الميليشيا الحوثية الارهابية اقدمت اليوم السبت على قصف قرية حمر في عزلة المجاعشة الاهلة بالسكان بقذائف من طيران مسير ما اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الاهل الذين عادوا مؤخرا الى القرية بعد سنوات قضوها في مخيمات النزوح واسفر القصف عن اصابة عدد من المدنيين من بينهم مطيع فواز قايد ودبوان قايد وحامد سالم وعبد الرحمن محمد سيف ومحمد يوسف محمد تم نقلهم الى مستشفى اطباء بلا حدود في مدينة المخة واثار القصف الذي استهدف القرية الهالع لدى الاهل خصوصا الاطفال والنساء هذا وتتعمد ميليشي الحوثي سداف القرية لتهجيرهم منها واعادتهم مجددا الى مخيمات النزوح والتي تخلصوا منها عقب تحرير مناطقهم مؤخرا كما يقول الاهل رصدت كاميرا يمن شباب في تعزي صابة طفلتان الشقيقتان ندا ونداء ألتان أصيبتا في نفس اللحظة بانفجار لغم الحوثي كما وثقت كاميرا يمن شباب في هذا التقرير مكان وقوع الحادثة في حي الدعوة شرقي المدينة جريمة جديدة للإرهاب الحوثي انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في حي سكني شرقي مدينة تعز انفجار أصاب الشقيقتين نداء ونداء وأدى لبكر أطرافهما وتعرضهما لإصابات متفاوتة هنا نقاهز المسلمين للغداوة هذا ما فيش معنا غاز نزلنا البنات عشان ندلنا غاز يعني حطاب نصلح الغداوة نقاهز للصلاة القمعة عيد المسلمين يعتبر له الحمد فقعا يعني نسمع الصميقير شويا القيران صيحوا لي قالوا بناتك إذا وقع لان حادث تعال شوفين هنا حي الدعوة وهذا موقع الحادثة بالتحديد منطقة زرعتها الميليشيا بالألغام قبل تقدم قوات الجيش وتحرير المكان دحرت الميليشيا وبقيت أسلحتها تحصد الأرواح أثار الجرائم الإرهابية للحوثيين بقية لتشهد على التواطئ المجتمع الدولي مع الانتهاكات ضد المدنيين في زمن الهدنة أو خارجها القنص المستمر وزراعة الألغام المستمرة وكذلك الحصار الذي يعانيه أبناء تعز إلى هذه اللحظة ولم يتم تنفيذ أي من بنود الهدنة فيما يتعلق بفتح الحصار والتخفيف من المعاناة الإنسانية ومعاناة أبناء تعز لهدنة هي تعتبر بمثابة إعلان حرب لأبناء تعز كل الطرق لإيقاف إرهاب الميليشيا المتمثل بالقتل والتنكيل ضد ملايين اليمنيين باءت بالفشل يتنفس الحوثيون على الجريمة ولا حياة لهم إلا على مشاهد الدمار والمعاناة انتهت الهدنة ورفض الحوثيون تمديدها وهذا حال تعز لم يتغير انتهاكات مستمرة وطرق ما تزال مغلقة حتى الآن والخيار العسكري هو الحل الذي يرغب أبناء المدينة بتحقيقه من أجل دحر الانقلابيين أيمن قائد أيمن شباب تعز هذا وكانت محافظة تعز قد شهدت قصفا حوثيا جديدا لحياء السكنية والقرى وهجمات على مواقع الجيش خلال الساعة الماضية في جنوب وشرق وغرب المحافظة وفق مصادر عسكرية وأشار المركز الإعلامي للقوات المسلحة لاندلاع مواجهة الساعات الماضية في جبهة صبر الموادم جنوب شرق تعز واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة وأضافن قوات الجيش مصنودة بالمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل للميليشيا الحوثية باتجاه مواقع عسكرية في منطقة العريش شرق مدينة تعز تزامن هذا مع قصف مدفعي شنه الجيش الوطني مستهدفا مواقع والتحصينات للميليشيا في مديرية مقبن غرب تعز وذلك عقب هجوم شنه الحوثيون على تجمعات سكانية بذات المديرية وقال المركز أن الأحياء السكانية شرق المدينة تعرضت لقصف من قبل الميليشيا المتمركزة في تباب سلال والجعشة وسفتال دون ذكر تفاصيل حول ما أسفر عنه هذا القصف من جهته قاد العقيدة عبد الباسط البحر المتحدث العسكري لمحور تعز أن ميليشيا الحوثي أطلقت النيران من الرشاشات المتوسطة على مواقع للجيش في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية وجبهتي مقبنة والأحطوب كما أضافنا الميليشيا ومع دخول مساء الجمعة بدأت إطلاق الألعاب النارية من مواقعها بمختلف جبهات محافظة تعز كما أطلقت على مواقع الجيش العيارات النارية ومضادات الطيران وأضف البحر أن ميليشيا الحوثي أتبعت ذلك بشن قصف المدفعين على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة الأحطوب غربي محافظة تعز وأشار إلى دفع الميليشيا بتعزيزات عسكرية للحوثيين باتجاه الجبهة الغربية وجبهتي الضباب ومقبنة ضمن تصعيد المستمر منذ خمسة أيام تلت انتهاء الهدنة يوم الأحد الماضي عسكريا حيث تواصل قوات الجيش الوطني صد هجمات مكثفة تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع الجيش في عدد من جبهة القتال بصعدة ومأرب وتعز ولحج والضالع وأبيان والحديدة ووفق مصادر عسكرية فإن الميليشيا شنت عملية هجومية على مواقع الجيش غربي محافظة صعدة باءت بالفشل وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش صدت عملية هجومية شنتها ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة الثابت شمال غربي صعدة من جهته قال العميد أحمد القطيرفي قائد الويات سقور اليمن إن الميليشيا وبغطاء مدفعي مكثف حاولت التسلل والالتفاف على مواقع الجيش في جبهة الثابت مضيفا أن قوات الجيش تعاملت مع المهاجمين الحوثيين وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبرتهم على التراجع والفرار وأشار إلى أن الميليشيا مستمرة في أعمالها الهجومية والدفع بتعزيزات وآليات عسكرية منذ اليوم الأول من انتهاء الهدى وأكدان جميع محاولاتها تنتهي بالفشل نعم القائد العسكري أكد أن ميليشيا الحوثي لا تقبل بالسلام ولا تؤمن به ومحاولة الحوار معها مضيعة للوقت ودعا قائد ألوية صقور اليمن إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة وشاملة بهدف تحقيق الحسم العسكري والسعادة الدولة ومؤسساتها المختطفة إلى مارب الآن حيث أفادت مصادر عسكرية بمقتل خمسة من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهة مع الجيش الوطني وقالت مصادر ميدانية أن عناصر البليشيا سقطوا في معارك شهدتها الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب وفي سياق سابق ووقت سابق على الجيش الوطني أسقط طائرتين مسيرتين تابعتين للميليشيا في جبهة مأرب وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تغريدة له على موقع تويتر وقال الدفاعات الجوية للجيش الوطني أسقط الطائرتين مسيرتين في الجبهة الجنوبية لمأرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أما في محافظة الظالع فقد سدفت قوة الجيش ألية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية شمال غرب المحافظة مصدر عسكري قل اليوم الشباب أن الألية الحوثية جرى استهدافها في جبهة حجر ونجم عن هذا الاستهداف تدمير الآلية الحوثية ومقتل وإصادة من كان على متنها من عناصر الميليشيا يأتي ذلك عقب ساعة من اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين الجيش وميليشيا الحوثي في جبهة غلق شمال مدرية قعطوة في أبيان استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مواقع المقاومة في جبهة ثراب مكيراس شمالي المحافظة خلال الساعات الماضية وفق مصدر الميداني كما قال المصدر أن الميليشيا حاولت التسلل باتجاه موقع العلب في جبهة ثراب رفق ذلك الدفع بعناصرها مع إطلاق الألعاب النارية ضمن احتفالتها بالمولد في مسعى للتغطية على تحركاتها العدائية وأضاف المصدر أن قوات المقاومة شنت قصفا استهدف تحركات الميليشيا وأوقع قتلى وزرحى في صفوفهم يتزمن هذا التصعيد الحوثي في جبهة ثراب مع هجمة مكثفة تشنها الميليشيا على مواقع المقاومة في جبهة الحد يافع في محافظة لحج يهدد التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الرهابية لوضع التي فقمتها الحرب التي تشنها على الشعب اليمني منذ ثماني سنوات وها هي اليوم تهدد باستهداف شركات النفط ووكالة الملاحة الدولية ضمن عدوانها المستمر يهدد التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي ورفضها تمديد الهدنة فضلا عن تهديدها بضرب خطوط الملاحة الدولية والمنشأة النفطية يهدد بتعقد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع تكلفة الأعباء التي تحيط بالاقتصاد اليمنية ومع استمرار الحرب في عامها الثامن دون وجود أي أفق للحل باتت البلاد في دوامة الجوع والمجاعة وارتفاع تكلفة الإنتاج والأعباء المعيشية التي أرهقت المواطنين والسكان وأثخنت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي جراح اليمنيين وفقمت من تدهور الوضع المعيشي حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة والمجاعة إلى درجات غير مسبوقة وتلقى الاقتصاد اليمني ضربات موجعة ناتجة عن عمليات تقويد مؤسسات الدولة والاستيلاء على الموارد والإيرادات وتجيير هذه المؤسسات لصالح ميليشيا الحوثي فباتت المناصب غنائما تتقاسمها عائلات واستبدل الوعاء الإيرادي الرسمي في البلاد بأوعية أخرى كان لها أثر بالغ على الاقتصاد ومع تغول الفساد الحوثي تضررت مختلف القطاعات فتعطلت معظم القطاعات الخدمية في البلاد الكهرباء والمياه والصحة وتوقفت الرواتب عن قطاع عريض من موظف الدولة بينما توقفت مئات المشافي الحكومية عن تقديم معظم الخدمات الصحية والطبية وبات جل ما تقدمه خدمة طوارئ وإن زادة ففي جوانب معينة وبدرجة محدودة وترسم تقارير اقتصادية عديدة محلية ودولية صورة قاتمة لمستقبل اليمن بعدما عبثت به الحرب الطاحنة التي عصفت به منذ ثمان سنوات وتسببت في تعطيل وتدمير حياة اليمنيين وأسرهم والبنية التحتية ونقص حد في الغذاء ووسائل الحياة الأخرى وفي أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم أعادت أجواء الحرب مرة أخرى بعد انتهاء المدة الزمنية للهدنة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها في ظل رفض ميليشيا الحوثي مقترح المبعوث الأممي هانس جورندربرغ لتمديد الهدنة شددت إيزابر كولمن نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على طورة التوصل إلى اتفاق بشأن سرعة تمديد الهدنة في اليمن تفاديا لمجاعة وشيكة وقالت كولمن أن على ميليشيا الحوثي الإرهابية لانخرطة بالمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى تمديد الهدنة التي أثمرت في تقديم الإغاثة المنقذة لحياة ملايين يمنيين وأشارت نائبة الوكالة الأمريكية في تغريدة على حسابها في تويتر إن 19 مليون شخص في اليمن يواجهون أمنا غذائيا حادا وأمس الجمعة بدأ المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيميندر كينغ جولة جديدة للمنطقة استهلتها بعقد مباحثات مع الجانب الإماراتي حول التنسيق المشترك لتعزيج الجهود الأممية والدولية لإعادة الهدنة في اليمن والتي تعثر تمديدها زراءة عن تيمين الشرحوثي ورفضها الموافقة على مقترح للأمم المتحدة لتجديدها إلى محافظة إب حيث نفذت مليشي الحوثي الإرهابي اعتداء على عدد من العمال ضمن انتهاكات مروعة بحق السكان في المحافظة ووثق مقطع فيديو تداوله نشطون لحظات اعتداء مرافق القياد الحوثي بندر العسل على عدد من العمال الذين يعملون في إحدى الأراضي في الشارع الثلاثين الأربعاء الماضي نعم يأتي ذلك بعد يوم على اختطاف في الميليشيا لنشط نشر تسجيلا يوثق اقتحام عناصرها لمستشفى الثورة أكبر مشافي المحافظة واعتدائها على الطبيب أثناء إسعاف أحد قيادتها تعرض لحادث سير وتشهد محافظة إب انفلاتاً أمنياً وتكراراً لجرائم القتل والنهب والسرقة تقف خلفها عناصر ميليشيا الحوثي لرهبية هذا سقط جرح جراء اشتباكات مسلحة بين عناصر حوثية شهدها أحد أحياء مدينة إب وذلك بعد يوم من اشتباكات مماثلة بذات المدينة وأفاد سكان المحليون أن الاشتباكات دلعت في حارة مستشفى ناصر بمدينة إب عقب خلفات داخلية بين عناصر الميليشيا ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحة كما تسببت الاشتباكات بحالة من الرعب والهلع والخوف في أوسط الأهالي خصوصاً الأطفال والنساء بالإضافة إلى وقوع أذر مذية بعدد من الممتلكات يأتي هذا بعد يوم من اشتباكات ومواجهات اندلعت بين مسلحين من أهالي حي جبل الشجاع في ظل فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة قالت مصادر محلية في محافظة إب من طفلاً قتل برصاصي راجعاً من احتفالات ميليشيا الحوثي بالمولد الذي حولته الميليشيا إلى موسم للتكسب والسرقات وبحسب المصادر فإن الحادثة وقعت في حي جامع البر بمهدرية الظهار بمدينة إب أثناء إطلاق عناصر حوثية النار في الهواء بالتزامن مع ألعاب نارية بذكر المولد وتلجأ الميليشيا الحوثية لتوظيف المناسبة والتحشيد فضلاً عن فرض الجباية المالكة رغم الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه اليمنيون ويقول مراقبون إن احتفاء ميليشيا الحوثي بمناسبة المولد هو نوع من البحث عن بسرعية سياسية تفتقر إليها وتغلفها دينياً بالمولد النبوي لدغدغة مشاعر البسطة وفي محافظة إب أيضاً أجبرت ميليشيا الحوث الإرهابية المدارس الحكومية في مركز المحافظة على الدفع بالطلاب لحضور فعالية لها بمناسبة المولد النبوي التي من المرتقب إقامتها مساء اليوم مصادر تربوية قالت إن الميليشيا أرغمت المدارس على إجبار طلاب في المشاركة في فعالية المولد النبوي والمقرر إقامتها مساء اليوم في حرم جابعة إب وسط المدينة نعم وأضافت أن إرادات بعض أو إدارات بعض المدارس وتحت ضغوط الميليشيا ألزمت الطلاب بالحضور ظهر اليوم لمقر المدارس والانطلاق منها إلى ساحة الاحتفال وهددت المتغيبين بالفصل ومنذ انقلابها على السلطة في سبتمبر من العام 2014 عمدت ميليشيا الحوثي لإستخدام المناسبات الدينية للتحشيد ونشر أفكارها الطائفية على صعيد احتفالها أيضا بالمولد فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية جباية طائلة لتمويل أنشطتها الطائفية على تجار في مناطق سيطرتها في محافظة تعز وشكى تجار في شارع الستين شمال مدينة تعز من فرض ميليشيا الحوثي مبالغ مالية كبيرة عليهم لتمويل احتفالتها بالمولد النبوي وقال التجار لقناة يمن شباب إن مشرفي الميليشيا فرضوا على المحالة التجارية بما فيها المحالة الصغيرة والعادية مبلغ خمسين ألف ريال بقوة السلاح لتمويل احتفالها بالمولد النبوي التجار أفادوا أن الميليشيا أجبرتهم على تعليق الأقمشة والأضواء الخضراء في محالهم وأغلقت متاجر الرافضين لذلك بقوة السلاح قال وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضى شبيب أن ميليشيا الحوث الإرهابية يحتفلون أو تحتفل هذه الميليشيا بالرسول في يوم مولده كأب لا كرسول وأضف في منشور على حسابه على فيسبوك أن يوم المولد النبوي لدى ميليشيا الحوثي يوم سلالي عائلي بامتياز تمارس فيها الميليشيا صنف الإساءة لمقام النبوة والرسالة وقال الوزير الشبيب أن ميليشيا الحوثي تزعم أن النبي محمدا جدهم وهم أولاده ولذلك يكتبون ويبعثون ببرقية التهنئة لعبد الملك الحوثي بمناسبة ميلاد جده ويعتبرونه احتفالا عائليا وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي حولت يوم المولد النبوي إلى موسم تجاري لنهب إيرادات الدولة والخزينة العامة وأكل أموال الناس بالباطل وإجبارهم على دفع اشتراكات بذريعة الاحتفال بميلاد النبي وهي تذهب إلى خزينتهم لتضخيم ثرائهم وقتالهم اليمني ولفت وزير الأوقاف لأن الميليشيا تمارس صنوف الإرهاب في هذا اليوم ضد المخالفين لهم أو ممن يمتنعون عن دفع الإتوات والجبايات اعتقلت السرطة الباكستانية أربعة مبتعثين يمنيين إثراء بلاغ تقدمت به السفارة اليمنية في إسلام أباد وفق بيان توضيحي أصدروا الاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان للجهة الرسمية وللرأي العام نشره أمس الجمعة نعم ووفق بيان الاتحاد فإن سفير اليمن في باكستان قال إن وزارة الداخلية الباكستانية ألغت فيزا خاصة بالمبتعث لدراسة الماجستير أحمد مصعد صباري بناء على وجود قضية أمنية ضده بينما نفت الوزارة ذلك وقالت إن ردها للاتحاد إن المبتعث يوجد ضده بيان من سفارة بلاده وأوضح البيان أن السفارة اليمنية في باكستان طلبت لاحقا توقيعا من المبتعث الصباري على تعهد واعتذار لسفير محمد مطهر العشبي والتوقف عن المطالبة بحقوقه وحقوق الطلاب حتى تتحرك لإعادة الفيزا ولاحقا استدعت السفارة الشرطة الباكستانية واقتدت ثلاثة من المبتعثين ممن كانوا يراجعون السفارة إلى السجن وفقا لبيان الاتحاد الذي طلب السفارة القيام بواجبها وسحب البلاغ عن الطالب والعمل بشكل عاجل ومكثف لاستعادة فيزته في أقرب فرصة ممكنة كما طالب الاتحاد وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه هذه التصرفات التي تناقض تماما مسؤولية عمل واختصاص البعثة الدبلوماسية التي من صميم عملها حماية رعاياها وليس الإبلاق عنهم واقتيادهم إلى أقسام الشرطة بذلك الشكل المهم يمر اليوم العالمي للمعلم والمعلم في اليمن عامة وتعز خاصة يعاني من تباعة الحرب التي أثرت على حياته وعلى أدائه وحماسه تجاه عمله المعلم رضوان مدرس مادة الرياضيات في مدرسة السادس والعشرين من سبتمبر وسط مدينة تعز لم يكرم في اليوم العالمي للمعلم كأقرانه في مختلف دول العالم يواصل رسالته التي نذر حياته لأجلها في تعليم الأجيال مادة الرياضيات بأسلوب يمكن الطلبة من استيعاب أهمية دورهم في المستقبل لحل معادلة الحياة في بلد لا تقبل القسمة على إثنين طبعاً هذه المعلم اليمني يعاني من هذه الأيام من الظروف الصعبة التي جاءت الحرب القائمة والتي أدت إلى تدمير الاقتصاد وأدت إلى تدمير حياة الناس فصبح راتب المعلم غير كافي لمعيشته لأضطر لإيجاد أعمال أخرى يمر اليوم العالمي للمعلم والمعلم في تعزق سويلات حرب وحصار ميليشيا الحوثي والأوضاع المعيشية الصعبة حيث أصبح أكثر من 43 ألف معلم تحت خط الفقر المتقع معاناة المعلم اليمني على صنفين صنف بدون مرتبات يعملون ليلاً في كل الأوقات وبدون مرتبات ولا يستلمون ريال واحد ويعيشون عيشة يعلم الله كيفها وصنف آخر اللي هو محافظات الشرعية يستلمون مرتبات قليلة وهذه المرتبات لا تفي بالحد الأدنى من الضروري للمعيشة استمرار حرب الحوثيين يعني استمرار معاناة المعلم التي تتفاقم من عام إلى آخر فالكثير منهم اضطر للبحث عن فرصة عمل إلى جانب التدريس لسد حاجات أسرهم المعلم في يوم عيده ينبغي أن يكرم ليس ينبغي أن يتم التعامل معه بهذا الشكل لذلك لعلهم من خلال قناتكم يتذكرون مسؤوليتهم ويحاولوا أن يعطوا المعلمين بعض حقوقهم في أحصية سابقة وثقت نقابة المعلمين اليمنيين تسعة وأربعين ألف انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق قطاع التعليم ومنتسبيه منذ انقلابها 2014 منها أكثر من ألف وخمسمائة حالة قتل لمعلمين وفي يوم المعلمين ناشدت النقابة المجلس الرئاسي سرعة تنفيذ جميع مطالبها المتمثلة برفع رواتب المعلمين وصرف العلاوات وحقوقهم السنوية فيما ناشدت المجتمع الدولي حماية المعلمين وحقوقهم في ظل انتهاكات مستمرة لميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها عبد العزيز ذبحان يمن شباب تعز طلب أولياء دمش بالقاصر عبد العزيز كامل الذي قتل برصاص جندي سابقا في ميليشيا المجلس الانتقالي بمدرية الشيخ عثمان طلب دائب العام والأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدا بسرعة القبض على الجانب كما شددت الأسرة على محاسبة الجنود الموجودين في دورية عسكرية قرب موقع تنفيذ جريمة القتل والذين لم يحركوا ساكنا يذكر أن واقعة القتل جاءت بعد حدث مروري تسبب به والد الجاني الذي استعانى بعدها بولده لقتل الطرف الآخر المطالب بحقه في إصلاح الأضرار ينتظر منتخبنا الوطني للناشئين غدا الأحد لقاء الحسم مع البلد المصدف بنغلاديش في آخر مباريات للتصفيات الأسيوية ضمن المجموعة الخامسة وسط طموحه بالتآهل كمتصدر لمجموعته بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة على مقربة من خطف بطاقة التاهول إلى نهائية كسياسية تحت 17 سنة 2023 حقق المنتخب الوطني للناشئين فوزا ساحقا وهاما على نظيره سنغافورة في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأسيوية بدأ اليمن اللقاء مهاجما من الدقائق الأولى في خطوة إرباك الخصم والسبق في إحراز هدف أول يعطي دافعا لللاعبين بالاستمرار برتم قوي وهو ما تحقق في دقيقة ثلاثين عبر اللاعب سعيد العولقي سيطر منتخبنا الوطني للناشئين على مجريات اللعب وخاصة بعد منتصف الشوط الأول وتمكن من تهديد مرمى سنغافورة بالكثير من الهجمات من العمق وعبر الأطراف لينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة تتابع على إحراز الثاني والثالث عبد الرحمن الخضر وعصام ردمان في الشوط الثاني حاول منتخب سنغافورة ترتيب صفوفه والبحث عن إمكانية التسجيل إلا أن استمرارية السيطرة اليمنية والضغط الهجومي أبقت الحال يمنيا ليتمكن هيثم السلام من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة والخمسين وعاد ذات اللاعب لإحراز الهدف الخامس في الدقيقة السابعة والستين ليختتم مختار موفق أهداف منتخبنا بإمضائه على الهدف السادس في الدقيقة السادسة والثمانين وينتظر منتخبنا لقاء الحسن مع البلد المستضيف بنغلاديش وسط طموح المنتخب من تجاوزه والتأهل كمتصدر للمجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة وفرة في الأهداف وأداء متقن ومقناع وتركيز على المرمى محددات النجاح التي دخل بها منتخب الناشئين تصفية تلسيوية والوقوف الجماهيري بحماس منقطع النظير خلف هذا المنتخب ما رده إلى ثقة باللاعبين كصانعي فرح في مختلف البطولات خلال الفترة الماضية بالتوفيق لمنتخبنا في مباراته مع بنغلاديش اليوم غد إذن ختام نشر مشاهدين هذا تذكير بأبرز مجاوعة إصابة ثمانية مدنيين بقصف حثيم بطائرة مسيارة استهدف سيارة في عزلة المجاعشة بمدرية مقبن غرب تعد قتل وجرح حثيون في هجمات فاشلة للميليشيا في عدة محافظات وقائد عسكري يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية في محافظة سعدة مقتل طفل برصاص راجع أثناء احتفال حواثة إيران بالمولد في إب ووزير الأوقاف يقول إن المولد لدى الحثي يوم سلالي بامتياز إذن نشكلكم ماطمة المتابعة دمتم ودم الوطن بالفي خير في أمان الله اشتركوا في القناة